في نقطة مهمة جداً في التربية وهي الكلمة الكلمة لها أثر ولذلك ممكن إحنا نقوي ثقة بطفل أو ندمر طفل بالكلام وخاصة الأطفال تعرفون الأطفال يعني عندهم حساسية زايدة فالكلمة تؤثر ممكن كلمة تخليه يبجي وكلمة ثانية ممكن الضحك لذلك جداً مهم على الأمهات والآباء أنهم يراعون كلماتهم إذا أنا دائماً أنتقد ولدي ودائماً أستهزئ فيه ودائماً ما يعجبني لبسه أو تصرفاته أو كلامه طيب أنا بهالحالة قعد أحطم الثقة عنده من حيث أنا لا أشعر بينما لو أنا أمدح وأقوي من موقفه وأشجعه في هذه الحالة تقوى الثقة عندها بالنسبة للأم اللي تسأل عن بنتها كيف أخليها تدافع عن نفسها بالمدرسة أنا أقول هذه الأم تتكلم مع البنت وتبدي معاها كبرنامج تدريب طبعاً قضية لا تنجح من أول لقاء أو ثاني لقاء أو ثالث لقاء لكن تستمر ماما اللي قولت كذا ردي عليه كذا ماما اتحفظها اتحفظها جمل اتحفظها عبارات واحد اثنين اتعلمها أنه ممكن تلجأ للآخرين يعني ممكن تلجأ للمعلمة إذا في واحدة من البنات مثلاً اضغطت عليها أو استهزت فيها أو ضربتها فحندنا خيارين الخيار الأول هي تدافع عن نفسها الخيار الثاني أنها تعلم المعلمة في خيار ثالث لكن أنتوا قدروا إذا تحتاجونها أو لا وهو أنه اندخل البنات في التدريب يعني ممكن نعلم البنات بعض الرياضات أو الفنون القتالية فصير تستخدم هذه الرياضة كنوع من تهديد الآخرين حتى يحترمون نفسهم النقطة الرابعة في الإجابة على هذا السؤال اللي هي أتكلم أنا كأب أو كأم أتكلم عن طفولتي لما كنت أنا صغير وكيف لما كانوا الزملائي في المدرسة اللي يضحك علي اللي يستهزئ فيني اللي 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 كيف كان موقفي وكيف كنت أنا رد عليهم وكيف أنا كنت قوي هنا أنا قاعد أغرس الثقة في هذه البنت من حيث هي لا تشعر موسيقى